حذر وزير النقل السابق صالح الجبواني من تبعات سقوط الجمهورية على سعودية والدول المجاورة وفي حسابه على تويتر قال الجبواني أن اتفاقية الحدود مع السعودية ستسقط حال سقوط الجمهورية وتقسيم اليمن مشيرا إلى أن سقوط الجمهورية سيمكن الحوثي أو أي حكومة أخرى في صنعاء من المطالبة بنجران وييزان وعسير اشتركوا في القناة